بدأ ان هو يفكر في التدعيمات اللي محتاجها الفريق في الموسم المقبل واللي بيعاني اكيد منها نادي الزمالك وعنده فيها نقص عددي واهمهم طبعا من وجهة نظره مركز الدفاع واللي بيعاني منه الموسم الحالي طلب من ادارة النادي ضرورة تدعيم المركز ده في الانتقالات الصيفية اللي جاي بصفقة سوبر لعب بيكون طبعا جاية جدا وعلى اعلى مستوى دفاعيا في اسامي كتير جدا برضو اكيد مرشحة لنادي الزمالك وعلى رأسهم اكيد عبدالله بكري اللي بينتهي عقده مع فيرميدز في نهاية الموسم الحالي وكمان محمد فتح الله مدافع غزل المحلة لسا مكاملين مع اخبار الزمالك كلها يستأنف تدريباته النهاردة استعددا لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في الجولة الثمانية وعشرين من الدوري ممتاز بعد ما نجح او منح باتريس كارتيرون للعيبة راحة من التدريبات بعد طبعا الفوز على مصر المقصة يوم الاثنين اللي فات بهدف نظيف في الجولة السبعة وعشرين للدوري مصر الممتاز الجهاز الفني هيعمل بعض الاختيارات او اختبارات البدنية للعيبة قبل تدريب النهاردة عشان يقفوا على الحالة البدنية ويطبقوا كمان برنامج تأهيل بدني مناسب وفقا للحالة البدنية لكل لعب كمان بينوي باتريس كارتيرون ان هو يفرد قرارات جديدة وتحذيرات جديدة على اللعيبة تمهيدا لتطبقها خلال الفترة اللي جاي عشان يضمنوا الحفاظ على الاستقرار الفني وتركيز اللعيبة مع قربة طبعا انتهاء الموسم وتأهل نادي الزمالك للدور قبل النهائي في كاس مصر ويحافظه كمان على استدارة في الدوري الممتاز لحد دلوقتي والاكيد هتتمثل في تغليد بقى العقوبات المالية في حالة التجاوز او الخروج عن النص من اي لعب وكمان الاعتراض على المشاركة في المباريات منعا لخروج اي لعب عن النص سواء جوى الملعب او برا الملعب وده اكيد خوفا من تراجع نتائج الفريق والابتعاد عن صدارة الدوري بنادي الزمالك نروح معاكوا بقى للدرويش الاسماعي